أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة هنأخذ فيها مسائل على التصادمات ودي آخر حصة بإذن الله في شرح الكتاب الأول عندنا قلنا التصادمات في تصادم مرن أو تم المرونة في تصادم لا مرن في تصادم لا مرن كليا في الأول لو خدنا قوانين التصادم المرن قلنا سواء التصادم مرن قلنا سواء التصادم مرن أو لا مرن أو لا مرن كليا كمية الحركة محفوظة طب لو كتبنا هنا قانون حفظ كمية الحركة في التصادم المرن كمية الحركة قبل التصادم طبعا للجسميا ده قبل التصادم للجسميا تسوي كمية الحركة بعد التصادم بعد التصادم محط شرطة بعد التصادم وهنا لو طالب بيفهم ده ممكن يستخدم هذا القانون في كل أنواع التصادمات لأننا قلنا كمية الحركة محفوظة بس في التصادم المرن هتبه V1 شرطة V2 شرطة كل سرعة لوحدية في التصادم اللي مرن كل يوم بنعتبر V1 شرطة و V2 شرطة هي V1 طيب قلنا فالتصادم المرن الطاقة الحركة محفوظة طاقة الحركة محفوظة يعني طاقة الحركة قبل التصادم تسوي طاقة الحركة بعد التصادم مص M1 V1 شرطة تربيع زاد مص M2 في شرطة تربيع طيب برضو قبل التصادم تسوي بعد التصادم ممكن من هذ الاتنين قانونين دول يجيب منهم أي سرعة من السرعات لو كان موجود ثلاث سرعات وعاوز السرعة رقم رقم أربعة طيب في قانونيان بعد كده بيقول لنا عاوزين سرعة الجسم الأول بعد التصادم V1 شرطة سرعة الجسم الأول بعد التصادم و V2 شرطة سرعة الجسم الثاني بعد التصادم مع بعض نكتبهم كده عندنا هنكتب المقام M1 زائد M2 M1 زائد M2 فوق زائد تحت ناقص قوس هنا قوس هنا M1 ناقص M2 M1 ناقص M2 هنا V1 شرطة V1 V2 شرطة V2 طيب في الأول نكتب هنا 2 2 D V1 يبقى M2 V2 ده V2 يبقى M1 V1 مرن تحفظ الجسم الثاني ثم تحفظ ممكن نحفظ سرعة الجسم الثاني بعد التصادم بعد أن نعود في القانون العام يبقى V1 V2 و V1 شرطة حتى من هذا القانون يبقى أو تحفظ القانونين مع بعض V1 و V2 شرطة مرة واحدة وخلاص ده في التصادم المرن في اللامرن برضو ممكن استخدم قانون حفظ كمية الحركة لان كده كده في سرعات وفي اجسام بترتد فعندك ال V1 وال V2 ومثلا V1 شرطة يطلب منك ال V2 شرطة طيب هناخد قوانين عادة تصادم اللامرن كليا اللامرن كليا نقولنا في التصادم اللامرن كليا يلتحمل جسمان واصبحان جسمه واحد ويتحركان بسرعة اسمها السرعة المشتركة فاول مطلوب يطلبها مني في التصادم اللامرن كليا يقول لك السرعة المشتركة ال V شرطة ال V شرطة بكتبها ازاي من القانون ده ممكن اقول M1 V1 زاد M2 V2 يساوي السرعة هنا V1 شرطة وV2 شرطة بيساوي بعض بنسميها V شرطة فممكن نقول M1 زاد M2 في السرعة V شرطة يبقى ال V شرطة ده يسميها السرعة المشتركة السرعة المشتركة طب ممكن اخلي ال V شرطة ده قانون اخر بصيغة اخرى ممكن نخلي ال V شرطة في طرف ونعمل بسط مقام M1 V1 زاد M2 V2 لقبل التصادم ساوي مجموع الكتلتين بعد التصادم وبرده ده السرعة المشتركة فالصيغة الاسهل احفظه هما الاثنين صحيب اول حاجة السرعة المشتركة بعد كده ممكن يطلب منك الطاقة الحركية للنظام قبل التصادم الطاقة الحركية للنظام قبل التصادم قبل التصادم نعمل اياه قبل التصادم هنا هنقول الكي اي سميها انشيال مثلا قبل التصادم للنظام مص M1 V1 تربية زاد مص M2 V2 تربية عادي طب بعد التصادم كي اي فاينل بعد التصادم بعد التصادم اصبحت السرعة سرعة واحدة فانا هاخد مص عندنا وم واحد زاد م اثنيا كده وهناخد السرعة المشتركة عامل مشترك هنسميها V شرطة تربيع اللي احنا طلعناها V شرطة فاحنا هنا نص الكتلة الاولى زاد الكتلة التانية في V شرطة تربيع دي هنا اسمها يا الطاقة الحركية للنظام بعد التصادم طيب لو قال لنا عاوز التغير في الطاقة الحركية او ممكن يقول لنا عاوز الطاقة الحركية المبددة المبددة اللي هي الضائعة طيب نعمل اياه التغير دلتة كي ايه اي تغير في الدنيا بنطرح اياه النهائي ناقص الابتدائي لازم تطلع معه هنا لازم تطلع سالب لازم تطلع سالبه الاشارة السالبة دي تدل على خسارة طاقة الحركة على شكل حرارة او ضوء او تشوه في شكل النظام فلازم تطلع معانا بالسالب لان في نقص في طاقة الحركة طاقة الحركة بعدها اقل من طاقة الحركة قبلها تمام هناخد البندول القسفي البندول القسفي زي ما قلنا عبارة عن عندنا خيط خفيف وفيه صندوق مكعب من الخشب وبنرمي علىه رصاصة بعد كده بيحصل التحام بين المكعب والرصاصة فتطلع لفوه يطلع لفوك شوية كده والاتنين ملتحمان ببعض فهو يعتبر تصادميه تصادم لامرن كليا وارتفع مسافة اتش لو هنا سمنا الرصاصة كتلتها ام واحد سرعتها في واحد وهنا البندول كتلته اتنيا سرعته في اتنيا بعد كده تبقى فيه سرعة مشتركة لما الاتنين يلتحموا مع بعض احنا قلنا القانون البندول القسفي يعتمد على مبدأ عمله يعتمد على حفظ الطاقة الميكانيكية وحفظ كمية الحركة فاوقات يطلب منك السرعة المشتركة السرعة المشتركة ليفي شرطة يقولين يعني سرعة الاتنين بعد التصادم الاتنين اصبحوا جسم واحد فاحنا هنا نتذكر فيه قانون سهل هو بتحل بطرق طويلة شوي بس احنا هنا فيه خدنا قبل كده في البندول البسيط هو طبعا بيكون فيه غياب الاحتكاك السرعة مساء الابتدائية بصفر فاحنا عاوزين السرعة المشتركة السرعة المشتركة ممكن اجيبها من قانون جازر 2GH 2GH اللي احنا ممكن احنا نحلها بحفظ الطاقة الميكانيكية بس ده الاسهل السرعة المشتركة عاوز جازر 2GH اله هتكون موجودة هتجيب السرعة المشترك اللي هي سرعة البندول اللي هي الكتلة والرصاصة طيب لو طلب مننا عاوز سرعة الرصاصة اللي هي لاحظة الإطلاق سرعة إطلاق الرصاصة طيب عندنا احنا هنا عادها نطبق قانونية اللي هو التصادم اللامرن كليا نحفظ كمية الحركة واحد من اثنين دول اما قول السرعة المشتركة تساوي ام واحد في واحد زاد ام اثنيا في اثنيا على ام واحد زاد ام اثني ونعوض السرعة المشتركة موجودة والكتلة موجودة السرعة لبسة مجهولة الكتلة هنا موجودة والسرعة هنا غالبة على طول بيطبها بصفر لان البندل بيطبها ساكن ونجمع الكتلتين نجيبها سرعة الرصاصة عند الإطلاق هنبدأ في المسائل اول مسألة رقم اثنين في الهامش صفحة مية وستة قرى كتلتها متين جرام الكتلة نحولها ميتين جرام نقسم على ألف زير وبينت اثنين كيلو جرام تتحرك على المحوى الأفقي اكس اكس شرطة بسرعة في وان سرعتها اثنين متر على الثانية اصطدم التصادم مرن لازم يذكر نوع التصادم مرن بكرة ساكنة مماسلة لها في الكتلة مماسلة الكتلة الاولى في الكتلة يعني فكأن الام واحد هي نفسها الام اثنيا باثنين من عشر كيلو جرام والسرعة قال لك ساكنة يعني سرعة بصف ساكنة ال V2 تساوي صف احسب سرعة القراتين بعد التصادم يعني عاوز ال V1 شرطة وال V2 شرطة زي ما قلت الله هو غالبا في التصادم المرن بيطلب كده فاحنا ممكن تكتب القانونين الطوال او تكتب قانون طويل وقانون مختصر القانون الطويل الاول ال V1 شرطة سرعة الجسم الاول بعد التصادم اثنين M2 V2 زائد M1 ناقص M2 في ال V1 على M1 عندنا احنا هنا M1 زائد M2 ده المقاب نبدأ نعوز V1 شرطة اثنين M2 باثنين من عشرة السرعة بصفر زائد M1 باثنين من عشرة M2 باثنين من عشرة في V1 باثنين على 2 من عشرة زائد 2 من عشرة لو ركزت تلقى البسط كله بصفر فتطلع معاك V1 شرطة بكم بصفر طيب اطبق بالقانون المقتصر عشان المسافة بدل ما استخدم القانون اللي هو V2 شرطة ونقول 2 M1 V1 M1 V1 ناقص M1 ناقص M2 على V2 على M1 زائد M2 ممكن استخدم القانون العام اللي هو M1 V1 زائد M2 V2 يساوي M1 V1 شرطة زائد M2 V2 شرطة يسمون القانون العام لحفظ كمية الحركة تستخدم ممكن تستخدم في أي نوع من التصادق يمشي الحق الكتلة الأولى بـ 12 السرعة الأولى بـ 2 زائد الكتلة الثانية بـ 12 السرعة الثانية بـ 0 طيب M1 2 من 10 عندنا احنا هنا في الـ V1 شرطة جبتها بكام صفر M2 2 من 10 في الـ V2 شرطة احنا عاوزين الـ V2 شرطة طبعا ده هيتلغي وده هيتلغي هيتبقى ده يبقى هنا الـ V2 شرطة هتطلع معانا بـ 2 متر على الثانية ولو ركزت في المسألة دي هتعرف أن دي حالة خاصة حالة خاصة لو أنا عندي قراتيا اللي هم نفس الكتلة واحدة متحركة وواحدة ساكنة المتحركة اللي هي الـ V1 بعض التصادم هتسكن هتبقى سرعتها بصفر واللي ساكنة قبل التصادم بعض التصادم هتتحرك بنفس سرعة الكرة الأولى يبقى انتقلت كمية الحركة بالكامل من الكرة الأولى إلى الكرة الثانية فممكن تبقى تتأكد منها الإجابة طيب مسألة زييها برضو عندنا هنا بيقول لك كرة كتلة هذه الـ M1 بـ 4 من 10 كيلو جرام نفس الفكر بالظب تتحرك بسرعة V1 استضم التصادم مرن بكرة ساكنة يعني الـ V2 بصفر وكتلتها ربع مية هنا المرات يعني 4 من 10 كيلو جرام عاوز V1 شرطة أو V2 شرطة عاوز سرعة الكرتين بعد التصادم هعملها بالقانون الطويل عشان التبه ممكن تتحلي كده وممكن تتحلي كده براحتك الـ V1 شرطة الـ V2 شرطة يساوي يساوي ها المقام سابت M1 زاد M2 M1 زاد M2 فوق في الـ 1 زائد هنا ناقص 2 M2 V2 2 M1 V1 نعكس القص سابت هنا القص سابت V1 شرطة V1 V2 شرطة V2 ونبدأ نعود يعني على طول نجيبهم يا أو تجيب الأولان V1 شرطة وتعود في القانون ده طيب تعال نعود V1 شرطة عندنا M1 زاد M2 2 من 10 زاد 6 زاد 4 من 10 V2 شرطة نفس الكلام 2 من 10 زاد 4 من 10 بعد كده تعال هنا 2 M2 4 من 10 في 0 زاد الكتلة كام الكتلة الأولى بـ 2 من 10 ناقص 4 من 10 في V1 2 تعال نشوف الثانية 2 M2 من 10 في V1 2 ناقص 2 من 10 ناقص 4 من 10 نضرب نضرب V2 بصفر ساكنة لما هنحسب بالآن حاسبة هيطلع معنا V1 شرطة والV2 ونشوف يطلعوا بكام نضرب 0 نضرب 0 ملغية هتكون 2 من 10 ناقص 4 من 10 6 من 10 هتطلع سالب 2 على 3 اللي هي 0.666 متر على السنية طب لو شوفنا دي دي كلها بصف لأنه فيها صفر هتطلع 4 8 من 10 2 في 2 2 في 4 8 8 من 10 على 6 من 10 هتساوي 1 فاصلة 3 3 متر على السنية طيب بعضه دي حالة من الحالات الخاصة كرة متحركة صدمت كرة ساكنة والكرة الساكنة أكبر في الكتلة يما الكتلة الصغيرة تدعم الكتلة الكبيرة الكتلة الصغيرة ترتد V1 هتبب V1 شرطة بس بيشارة مخالفة لازم تبب ها ترتد بعكس اتجاه V1 شرط بينما الكوار الكبيرة تتحرك لقدام شوية في اتجاه V1 يعني هتبب موجبة تتحرك لقدام شوية وده حالة من حالات التصادم المرن برضو نفس الحالة الأول فانت هنا في التصادم المرن تقدر تحسب ها عندك ثلاث قوانين احفظ اثنين منهم كوي ستقدر تجيب V1 شرطة وال V2 شرطة عندي برضو مسألة بالكتاب مسألة محلول أرقامها هي طويلة شوية بس سهلة نفس الفكرة بيقول نيترون كتلته الكتلة الأولى بواحد ست سبعة ضرب سالب 27 كيلو جرام وسرعته الابتدائية اللي هي V1 بعشرة أس ثمانية متر على الثانية تصادم في بعد واحد مع جسيم ساكن يعني سرعة الجسيم ده صفر كتلته ضعف الكتلة يعني اثنيين اما اثنين هنضربها هنقول واحد بوينت ستة سبعة ضرب اثنين تطلع معانا بتلاتة وين تلاتة اربعة فعشر السلسال بسبعة وعشرين كيلو جرام لأن ضعف الكتلة ده بل الكتلة يحسب سرعة الجسميا بعد التصادم وقال لكن التصادم يعني عاوز V1 شرطة وعاوز V2 V2 شرطة زي ما احنا قلنا اي طريقة لإما تحفظ V1 شرطة وV2 شرطة على طول ما فيش مشكلة براحتك لإما تحفظ واحد منهم وتحلي بالقام العام ما فيش مشكلة اثنين M2 V2 زائد M1 ناقص M2 في V1 ونبدأ ونبدأ نعوز V1 شرطة عندنا V2 دي كلها بصفر فنعوز عن حد ده كله بصفر والريح نفسنا هتقعد M1 اللي 1.6 7 ضرب 10 سالب 27 ناقص الكتلة الثانية 3 بين 3 4 ضرب 10 سالب 27 في V1 بكام 10 أس تمانية طبعا نعمل ضرب الكتلة الأولى زاد الثانية 1 بين 6 7 ضرب 10 سالب 27 زائد 3 فصل 34 ضرب 10 سالب 27 الكتلة صغيرة خالص فأحنا هنا هتكون V1 شرطة تطلع معانا تقريبا بسالب تلت ضرب 10 أس 8 متر على الثانية هنا سالب 0.333 ف10 أس 8 دي هنا السرعة الأول السرعة الثانية اللي هم تجيبها برضو من V2 شرطة على طول ونعوض أو تجيبها من القانون العام اللي هو قانون حفظ كمية الحركة براحتك يبقى V2 شرطة عندك هنا M1 زائد M2 2 M1 V1 ناقص وليس زائد M1 ناقص M2 سابت في V2 ونبدأ نعوض V2 شرطة الساول اللي فيه V2 نضيعه يبقى ناقص هو يبقى 2 نضرب الكتلة الأولى 1 6 7 ضرب 10 السالب 27 في السرعة الأولى 10 8 ناقص كله بصفر لأن V2 مجهولة خلاص ممكن تعوض عنها بصفر أو ممكن تعوض بالأرقام ما فيش مشكلة 1 2 6 7 ضرب 10 السلب 27 زائد 3 3 3 4 10 سالب 27 ستطلع معنا V2 شرطة بـ 2 على 3 ضرب 10 قس 8 لها تقريبا 0.66 متر على السنة زى ما قلت ادي كتلة صغيرة دعم كتلة كبيرة الكتلة الصغيرة تنعكس ترتدي في عكس الاتجاه بينما الكتلة الكبيرة تتحرك في اتجاه V1 يعني موجبة لقدام شوي عندنا بعد كده مسألة في الهامش رقم 1 قرة كتلتها الام 1 موجودة تتحرك بسرعة V1 تصادمت مع قرة اخرى كتلتها V2 للام 2 وكان النظام معزولا يعني كمية الحركة محفوظة وتحركت الكتلة M2 بعد التصادم بسرعة يعني V2 موجودة عاوز سرعة الكرة الأولى اللي هي V1 طبعا بعد التصادم هنخليها شرطة شرطة طبعا في هذه المسألة دي موجودة في البنك وموجودة في الكتاب فيها لبس لا تذكر فيها تصادم مرن ولا لا مرن فاحنا هنا هنحلها على طول بحفظ كمية الحركة يعني حفظ كمية الحركة اللي قلت لك القوان عام خليه حافظ زي اسمك M1 V1 زاد M2 V2 كمية الحركة قبل التصادم تسوي كمية الحركة بعد التصادم لان نجل لك النظام معزول ومحددش أي نوع من التصادمات فاحنا نقول M1 V1 شرطة M2 V2 شرطة ونبدأ نعود عندك الكتلة الأولى بربع السرعة ب6 الكتلة التانية ب95 من 100 في السرعة هنا جال لك ساكنة لبال V2 تسوي كام صفر خد صفر يساوي الكتلة الأولى بربع في سرعتها احنا عاوزين هال V1 شرطة بعد التصادم بعد التصادم عندنا الكتلة التانية 95 من 100 في سرعتها اللي هو مدهاننا بتلاتة يبا V1 شرطة تطلع معنا بكام V1 شرطة بسالب 5.4 متر على السنية فطالما ما ذكر لكش أي نوع من أنواع التصادم ودك السرعات ما عاد سرعة واحدة احسبها بقانون حفظ كمية الحركة وانت مطمئن هناخد مسألة وده تكون عاد على التصادم اللامرن كليا يبا احنا خدنا المرن خدنا واحدة ما بيناش مرن ولا مرن فحلنا بحفظ كمية الحركة وبعد كده خيه ناخد على اللي هو تصادم اللامرن كليا ليا لان هنا بيقول نحنا عندنا عربتين عربة قطار كتلة تهدي ام واحد عطهاني ام ما جايليش كتلة تتحرك بسرعة في واحد نحو عربة ساكنة فيتنيا تساوي صفر مساوي الاف الكتلة يعني هنا الام واحد تساوي الام اثنيا تساوي ام والفي واحد باربعة متر على الثانية والفي ساكنة بصفر تلتحم اتنالتحم مع بعض بتصادم لامرن كليا لامرن كليا عاوز احسب سرعة المجموعة سرعة المجموعة يعني عاوز السرعة المشتركة بعد التصادم ومش يقول لك ممكن السرعة المشتركة وده جمع يقول لك سرعة النظام بعد التصادم نجيبها من اكتر من قانون لا اما نقول الفي شرطة في ناحية ونقول م واحد في واحد زاد ام اثنيين في اثنيين على ام واحد زاد ام اثنيين ونكتب الفي هنا هنعوض بالرموز الام واحد ام الفي واحد فاربعة زاد الام اثنيين ام في السرعة بتاعته صفر يبها يروح ام واحد زاد ام واحد اللي هي ام زاد ام ضيح خلاص هيتبقى اربعة ام على اثنيين ام هتطلع السرعة المشتركة كان باثنين متر على السنة ولو فكرت في الكلام ده صح كتلتي انكد بعض التحم وبعض فهنا الكتلة زادت كم مرة زادت للضعف للمسلي فالمفترض الكي اي انشيال ساوي نص ام وان في وان تربيع زاد نص ام تو في تو تربيع يساوي نعوض نص الام الام واحد يعني ام الام واحد يعني اربعة تربيع زاد نص الام تو يعني ام في الام في تو اللي هي صفر طبعا ده تروح كلها خلاص هتقعد كام ستاشر في نص بتمانية تمانية ام ام يعني كي يعني كتلة الله اعلم بكام جول ده الكي انشيال طيب الكي فاينال طاقت الحركة بعد التصادم هتكون كي اي فاينال طبعا للنظام نص زي ما قلتلك السرعة مشتركة ام واحد زاد ام اثنيين نخطهم في قواص في و في شرط تربيع السرعة المشتركة فانعوض نص ام واحد ام ام اثنين ام الفي شرطة قلناها حسبناها باتنين يبها اثنين تربيع اثنين تربيع باربع اربعة في نص باتنين اثنين ودي هنا اثنين ام يبها هنا عندنا نص في اثنين ام في اربعة هتساوي كام هتساوي اربعة اربعة ام اربعة في قيمة الكتلة وتطلع معنا بالجول يبها هنا بما ان كمية الحركة قبل التصادم اكبر طاقة الحركة قبل التصادم اكبر من طاقة الحركة بعد التصادم اذا التصادم لامر لامر كليا لامر كليا وهنا وطاقة الحركة غير محفوظة 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 الصلصال تصادم تصادم لامر كليا حدده بينما محفوظة 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 ربع في سالب ثلاثة ما ننساش السالب هتطلع السرعة المشتركة بكام هتطلع السرعة المشتركة بواحد فصل ستة 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 متر على السانية هنا السرعة جلت بعد التصادم لان هنا في عدم حفوظ طاقة الحركة في تحول طاقة الحركة النقص في طاقة الحركة بيتحول لحرارة تنقص السرعة وتنقص طاقة الحركة عاوز مقدار الطاقة الحركية التغير في الطاقة الحركية اللي هي دلتا كي اي او الطاقة المبددة يما يقول لي كده يبقى المحترم عاوز نحس الطاقة الحركة الابتدائية وطاقة الحركة بعد التصادم اللي هو النهائية والتغير في طاقة الحركة بعد يطلب مننا التغير في الطاقة الحركية او الطاقة المبددة يعني هنا الراجل طالب مننا هنحسب كي اي انشيال طاقة الحركة للجسمين قبل التصادم وطاقة الحركة للجسمين بعد التصادم وبعد كده هنجيب التغير في طاقة الحركة يبقى في الأول هنحسب الكي اي انشيال نص ام وان في وان تربيع زائد نص ام تو في تو تربيع ونحسب نص الكتلة الاولى ونص السرعة الاولى اربع تربيع زائد نص الكتلة التانية وربع السرعة التانية بسالب ثلاثة الكل تربيع يبقى الكي اي وممكن ما تحطش السرعة بتاعتها اصلا خالص لان كده كده هتربيع يبقى الكي اي انشيال هتطلع معانا خمسة واحد اثنين خمسة جول دهناه طاقة الحركة الابتدائية قبل التصادم للكتلتين طب بعد التصادم قلتلك هنقوم نص وام واحد زاد ام اثنين بن قصير والسرعة المشتركة عام المشترك نحسب نص نص زاد ربع ده الكتلتين بعد كده السرعة المشتركة واحد فصلة ستة 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 تربيع تطلع معاك الكي اي فاينال بكام النهائية هتطلع معانا بتقريبا واحد علامة صفر اربعة واحد ستة جول لازم تطلع اقل بعد كده نحسب التغير في طاقة الحركة اللي هي دلتا كي اي كي اي فاينال ناقص الكي اي انيشيال ولازم تطلع بالسالب هتكون هنا واحد علامة اربعة واحد ستة ناقص خمسة علامة واحد اثنين خمسة هتطلع معاك دلتا كي اي تغير في طاقة الحركة والطاقة المبددة هتطلع معانا سالب اربعة بوينت زير تمانية ثلاثة اربعة جول وهنا الاشارة السالبة تدل على خسارة طاقة الحركة على شكل زي ما قلنا على شكل حرارة او ضوء او تشوه في شكل النظام هناخد مسألة على البندول القسفي بيقول لنا هنا اطلقت رصاصة كتلتها كتلة الرصاصة نعتبرها يما واحد نقسم على الف عشان نحولها بالكيلو جرام 0.02 كيلو جرام على بندول قصفي ساكن بندول قصفي ساكن نعتبر بندول رقم 2 ساكن كتلتها ام 2 يبقى هنا دا الرصاصة دول رصاصة خص الرصاصة دل بندول عندنا نحن كده كتلتها 5 كيلو جرام طبعا هنا سرعة الرصاصة ما قال شف انا اتخلت في واحد لما نشوف عايز فارتفع مساف هذا الـ هنحول هنقسم على 100 0.1 متر بعد ان غرزت الرصاصة داخله احسب سرعة الرصاصة عند اطلاقها يعني عاوز الـ وهل التصادم مرن او لا مرن اولا هنا انا عندي رصاصة اطلقت على بندول دخل الـ فبعض انغرست فيه فبيجي تصادم لا مرن كلية وهنا ارتفع مسافة 10 سنط قلتلك اول حاجة دور على قبل السرعة عند الاطلاق السرعة المشتركة لي في شرطة السرعة المشتركة سرعة الكتلة والبندول لي في شرطة هجيبها بقانون جزر 2 جيتش دي اسهل طريقة هتقول اتنيا ضرب عشرة ضرب واحد من عشرة تطلب معاك جزر اتنيا متر على الثانية اللي هي واحد فصل اربعة واحد اربعة تقريبا بعد كده انا قلت بيعتمد البندول على قصف على حفظ كمية الحركة وحفظ الطاقة الميكانيكية انا جبت في الاول حفظ الطاقة الميكانيكية جبت السرعة المشتركة اما اما اشترج السرعة المشتركة ت herb م واحد في واحد زائد م اتنيا في اثنين على م واحد زائد م اثنين او اكتب الصرط ثانية اللي هي م واحد في واحد زائد م اثنين في اثنين يساوي م اثنين م اثنين في السرعة المشتركة اللي يعجبك يعني ده او ده. طيب عندنا السرعة المشتركة انا جبتها بكام بجزر اثنين. الامة واحد باثنين من مية. في السرعة في واحد مجهولة. التانية تبقى الكتلة خمسة في صفر يعني بصفر. بعد كده خمسة زائد اثنين من مية. بطريقة الالحاز بها تطلع معاك السرعة الفي وان عندها الاطلاق تقريبا بتلتمية اربعة وخمسين بوينت تسعة ستة سبعة متر على السنية. بسرعة الرصاصة عند الاطلاق. زي ما احنا اخدنا البندور القصف يستخدم فيها تحديد مكان وسرعة اطلاق رصاصة. هل التصادم مرن? هنا. التصادم لا مرن كليا. يبقى هل التصادم مرن? نقول لا. هنا. لانه 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 واحدة بدأت صادم لا مرن يا لا مرن كليا عندنا مثل رقم 6 صفحة 109 يقول لنا سمكة كبيرة كتلتها دي الامة واحد تتحرك بسرعة ذي واحد باتجاه سمكة صغيرة ساكنة يعني الفيتو صفر وكتلتها امتو سرعة السمكة الكبيرة اللي هي V1 مثلا شرطة بعد ابتلاعها السمكة الصغيرة ابتلاعها السمكة الصغيرة هي السمكة الكبيرة لما تبتلع السمكة الصغيرة كأنهم صاروا جسم مين واحد فبقى تصادم كأنه لا مرن كليا فكأن السرعة V1 شرطة والV2 شرطة هي كأنها V شرطة خلاص هي سرعة واحدة فاحنا هنطبق زي ما قلتلك اما تكتب الفي الفي شرطة بالساوي م واحد في واحد زايد م اثنين في اثنين على م واحد زايد م اثنين يمشي الحق او تكتبها بالسرعة الثانية م واحد في واحد زايد م اثنين في اثنين وتقول ناخد عمل مشترك في السرعة V شرطة فهو هنا مدينا سمكة كتلتها كذا وسرعتها كذا وسمكة تاني كتلتها كذا وسرعتها كذا والاتنيا الكبيرة بلعت الصغيرة فبيقوا كأنهم جسم واحد فهنحسب السرعة الكبيرة للسمكة الكبيرة هي نفسها للسمكة الصغيرة بيقيت سرعة مشتركة الاتنيا يعني مع بعض طيب يبقى الفي شرطة بيساوي الامة واحد خمسة ضرب صف ضرب واحد الثانية واحد ضرب صف على خمسة زايد واحد اللي هي بستة هتطلع معنا خمسة على ستة تقريبا خمسة على ستة متر على متر على السنة خمسة على ستة اللي هي تطلع تقريبا زيرو بوين تمانية تلاتة تلاتة متر على الثانية طيب وهنا طبعا يما سمكة كبيرة كأنها أخذ السمكة الصغيرة اللي هيمش فيها في نفس الاتجاه عندنا هنا التاني الحالة التانية بيقولك سرعة السمكة الكبيرة يعني عاوز الفي واحد شرطة في حال كانت السمكة الصغيرة تزبح بعكس اتجاه السمكة الكبيرة يعني احنا هنا قلنا كأننا عندنا الام واحد ناخد المعطيات خمسة كيلو جرام دي الكبيرة والسرعة في واحد بواحد متر على السنة دي كبيرة طب السمكة الصغيرة ام اثنين كم كيلو واحد سرعت هالمرة دي هتختلف عاد تمشي بعكس السمكة الكبيرة بسرعة اربعة متر على السنة ببنخليها سالب عشان عكس متر السنة الصغيرة ونحسب بنفس القانون اي قانون منهم يمشي الحال المرة التانية نمشي بالقانون دا نجيب منه السرعة المشتركة لانه قبل ابتلعها عاوز السرعة عندنا يما كانت بتمشي السمكة الصغيرة عكس اتجاه قبل الابتلاء بس هو عاوز سرعتها خلاص بعد ما ابتلعتها بعد ما ابتلعتها سرعة واحدة فهنكتب m1 v1 زائد m2 v2 يساوي m1 زائد m2 في v شرطة طب القانون دا ينفع ومية مية هو الصح بس احنا قلنا نكتب مرة بالصورة دي ومرة بالصورة دا عشان تباياه تعرف ان احنا نقدر نحلها بالتنين بالصورة هو قانون واحد بس اخد اكتر زائد واحد هنا السالب اربعة الجديدة خمسة زائد واحد في السرعة المشتركة يبا السرعة المشتركة بتساوي هتبا واحد على ستة واحد على ستة متر على السنية يبا احنا هنا المسألة بسيطة وسهلة يبا كأنه كأنه تصادم لامرن كليان لان السمكة الكبيرة بلعت السمكة الصغيرة فهتصبح السرعة هنا مشتركة في مسألة رقم خمسة صفحة مية واثناشر في النهاية خالص بيقول لنا قرى حددية مصمطة كتلتها الام واحد دي قرى اثنان ونص كيلو جراء مربوطة بخيط عديم الوزن لا يتمد طوله ميت سنط هنقسم هيبا بواحد متر ومسبتة بطرف عنده النقطة الخط كأنه مجدود افقي محط معمول افقي والقرى فوق سطح املس املس يعني الطاقة الميكانيكية محفوظة سحبت الكرة لتصبح افقي كده ثم تركت لتتحرك من سكون يعني سرعتها كانت في البداية صفر وتصطدم تصادم مرن بمكعب من الحديد نجي عند المكعب مكعب من الحديد كتلة كام خمسة كيلو جرام حلو عندنا كان ساكن يعني سرعته صفر طيب المطلوب يا عاوز سرعة الكرة قبل لحظة الاستضام يعني عاوز سرعة الكرة دي قبل ما تصطدم هنا يعني كأن دي مسألة بروحة ده بنعتبر خيط لا يتمدد معلق في كرة كأنه بندول افلت من وضع السكون وعاوز سرعته عند موضع الاتزان المفترض هنا موضع الاتزان لو ما فيش كتلة تبدأ تلقاه تحرك رايح جاي كأنه دي موضع السكون موضع الاتزان فهو هنا بدأ من صفر هنا دي البندول جزر اتنين جي اتش استسفن الاتش ما الاتش هنا كأنها هي الاتش ما ده الواحد متر هو هينزل كده واحد متر هنا هو كأنه ينزل كده التحت ينزل 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 لحد ما يبقى الخط كده يبقى هنا ده كأنه برضو الاتش واحد متر يبقى اتنيا ضرب عشرة ضرب واحد هتطلع معنا جزر كام جزر العشري ولا جزر هنا العشرة جزر العشري جزر العشرين ليه تقريبا بكام اربعة بوينت اربعة سبعة اتنيا متر على السن يبقى في الاول يبقى كأنه هاجبت في المعطيات الفي واحد جزر عشري طيب بقى عندي هنا ام واحد في واحد وام اتنيا في اتنيا عاوز سرعة الكرة والمكعب بعض التصادم مباشرة وهو قل لتصادم لامارين يعني عاوز الفي وان شرطة والفي تو شرطة وبستخدم القوائن اللي انا قلتلكم عليها الفي وان شرطة اللي هو هنقول اتنيا ام اتو في زائد ام واحد ناقص ام اتنيا في الفي واحد على ام واحد زائد ام اتنيا طيب يبقى الفي واحد شرطة تصادم مرد الام واحد والام اتنيا اتنين ونص زائد خمسة خليها تحت تعال هنا اتنيا الكتلة التانية خمس السرعة بصفر فانت ممكن تلغيها من الاول عادي مشكلة في الطعويد الام واحد اتنين ونص في الكتلة التانية خمس في الفي واحد اللي انا حسبته جزر العشرين او اربعة فاصلة اربعة سبعة فتطلع معانا الفي واحد شرطة بسالب واحد اربعة تسعة واحد متر على السنة الفي تو شرطة اما تستخدمها القانون الطويل اللي قلنا عليه او تستخدم قانون حفظ كمية الحركة القانون عام الام واحد في واحد زائد ام اتنين في اتنين انا بنوع مرة كده ومرة كده بس هما نفس الاجابة عشان تبعارف انت ممكن تستخدم القانون العام وممكن تستخدم القانون اللي هو الفي تو شرطة بيساوي اتنين ام واحد في واحد ناقص ام واحد ناقص ام اتنين في الفي تو على ام واحد زائد ام اتو عادة الام واحد باثنين ونص الفي واحد خلنا بجزر عشرين الام تو خمسة في صفر في صفر الام مكام واحد باثنين ونص في السرعة الجديدة اللي أنا جبتها سالب واحد اربعة تسعة واحد زائد المتو خمسة في الفي تو شرطة هنطلع الفي تو شرطة هتطلع معانا اثنين تسعة تمانية واحد اربعة متر على السنة برضو احنا نشوف هنا عندك هنا كرة صغيرة صدمة كرة كبيرة الكرة الصغيرة لازم ترتد بعكس الاتجاه فتطلع بشرة سالبة بينما ده هتتحرك في اتجاه الفي وان يعني هتبه سرعتها باتجاه الموجب وهنا البندول نطبق قانون جزر 2 جي اتش عند موضع الاتزان او عندها لما يمر البندول بموضع الاتزان لانها هتبه اكبر سرعة عند هذه النقطة في مسألة كمان في الكتاب رقم سبعة صفحة مية وتسعة يقول لك هنا قرتان الكتلة الاولى ام واحد نحولها امتين جرام على الف باثنين من عشر والكتلة الثانية امتو بر ربع مية يقسم على الف باربعة من عشر كيلو جرام معلقتان ومتزنتان بخيط طوله الطول اللي هو ال واحد متر بجانب بعضهما البعض سحبت الكرة الثانية اللي هي الكرة دي سحبناها كأنها يمين صنع الزاوية ستين مع الخط العمودي وتركت من سكون تركت من سكون يعني كانت هنا السيتا سيتا ماكس اللي هي ستين نحو الكرة الام واحد اللي هي في الاصل يا ساكنة الام واحد خليلها الفي واحد بتاعها قبل التصادم ساكنة طيب أنا سحبت الكرة ام اتنيا هي كانت في الاول ساكنة سحبتها الفوق خلتها كده وسبتها بدأت تمشي 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 فاليها سرعة قبل ما تصطدم مباشرة بالام واحد اللي هي سرعة هو عاوز على سرعتها قبل التصادم يعني عاوز فيه اتنيا قبل ما تصطدم بها بالكرة الاولى قلتلك هنا طالما السرعة هنا بصف لأنه وجل لك من سكون ونزلت هنا السرعة اكبر سرعة فاستخدم قانون هو اكتر من حل تقدم قانون جزر اتنيا جي اتش اتنيا جي طب والاتش في البندول اللي هو الال واحد ناقص كوزاين سيتا ماكس وتتوكى الله تحله اتنيا فعشرة فواحد فواحد ناقص كوزاين ستين كوزاين ستين بنص قلوا ده يطلع بنص نص العشرين يبه جزر عشرة جزر عشر اللي هو ثلاثة فاصلة تقريبا واحد ستة اتنيا متر على السن تأكد منها يبه أنا كأني جبت ياه السرعة الفيتو قبل التصادم يعني قبل ما تصادم بني بجزر عشرة طيب بفرض أن التصادم مرن يبه التصادم مرن عاوز سرعة الكوريت بعد التصادم يعني الفي وان شرطة والفيتو اياه والفيتو شرطة براحتك زي ما علمتك تقدر تحلها بأكتر من طريق اما تقول الفي وان شرطة اتنيا امي تو في تو زائد امي واحد ناقص امي اتنيا في الفي واحد على امي واحد زائد امي اتني وتتوقع عن الله تحله عندنا اتنيا الكتلة التانية باربعة من عشرة السرعة التانية جبتها بجزر عشرة زائد الكتلة الاولى باثنين من عشرة ناقص الكتلة التانية باربعة من عشرة على الفي وان كان الساكنة صف يبه كأن الحد ده كله هيروح على اثنين من عشرة اربعة من عشرة الفي واحد شرطة نروح نحلها تطلع معانا الفي واحد شرطة طب عنده كلها تتلغي دي تطلع معانا اربع علامة اثنين واحد ستة متر على السنين الفي تو شرطة اللي ام تحسبها بنفس القانون ده او بقانون يحفظ كمية الحركة على طول ام واحد في واحد زائد ام اثنين في اثنين القانون اللي تلازم تكون حافظه ام واحد في واحد شرطة ام اثنين عندنا في اثنين شرطة ده تحفظوا لاي نوع من التصادمات عندنا الام واحد بكام باثنين من عشرة سرعتها قبل التصادم صفر ام اثنين اربع من عشرة سرعتها بعد التصادم قبل التصادم جزر عشرة اللي طلعناها يساوي الام واحد باثنين من عشرة سرعتها حسبناها اربعة واحد اثنين واحد ستة زائد الكتلة التانية باربعة من عشرة في سرعتها في تو شرطة هنطلع الفي تو شرطة تطلع معانا بسالب واحد سيرو بوينت خمسة اربع متر على السانية اللي عندنا احنا هنا الكتلة التانية وهي ماشية اتجاهها ازاي عندنا هنا كرة برضو صغيرة دعمت كرة كبيرة فهنا داها ترتد فالذلك تطلع بالسالب وتروح لقدام شوية تطلع معانا بها تطلع معانا بالموجب حساس تصادم من حالات التصادم مين من حالات التصادم المرن الكرة الصغيرة ترتد بيشرة معاكسة والكرة الكبيرة تطلع لقدام شوية طيب بعد كده عاوز مين طبعا المسألة دي حاير ودائر بينا مبان تصادمات مبان حفظ حفظ الطاقة الميكانيكية في البندول يعني مسألة طويلة هي ما بيجيش في امتحانات بسه ممكن تجيلك منها حتت مش لازم كلها عاوز الارتفاع على المستوى المرجع اللي هو اتش المار بمركز ثقاليهما الذي تصل اليه الكرتين بعد التصادم يعني عاوز الارتفاع بعد التصادم طبعا دي هترتفع ارتفاع معين والقرة التانية ترتفع ارتفاع معين مش يطلع لتنان نفس الارتفاع لان اللي تنام لهمش نفس السرعة فانا زي ما قلتلك علاجك خلي معاك ده اللي هو قانون جزر 2 جيتش فانت هتقول مسلا ال V1 شرطة ال V2 شرطة يساوي جزر 2 جيتش جزر 2 جيتش في الحالة دي ال V1 شرطة احنا طلعنا بكام اربع علامة اتنين واحد ستة طبعا ليه هي حل اطول من كده بس للحل المختصر في ال H وهنا برضو السرعة التانية وعمش نحط سالب لان قيمة السرعة دائما احنا عشان موجبه في الحتة دي بس هنا بس عشان يدل على اتجاه انجا اتنين فعاشرة في ال H طيب عندي نحن هنا نحسي بعض بطلقة للحاسبة تطلع 0.888 متر وده تطلع 0.055 متر يبقى من قانون جزر 2 جيتش ده يفيدك في حاجات كثيرة ممكن تجيب من الارتفاع وممكن تجيب من السرعة بس هنا لو طلب السرعة وفي البندون نفق ال H اياه L1 ناقص كوزين سيتا ماكس بكده نكون خلصنا كل مسائل التصادمات في الكتاب سواء امثلة محلولة او مسائل غير محلولة وكده نكون خلصنا الحمد لله الكتاب الاول للصف الثاني عشر كل سنة وانتوا طيبين وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته